أعلنت المملكة العربية السعودية إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج المجاورة إلى المملكة من أجل الرعي وذلك اعتبارا من أول محرم الجاري ولمدة خمس سنوات وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن خطة زمنية سيتم وضعها لعودة المواشي والرعاة الموجودين في المملكة حاليا إلى دولهم وقال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الدكتور عبدالله أبا الخيلة أن هذا القرار جاء في سياق دعم رؤية 2030 وما تشتمل عليه من تنمية المياه الجوفية وأشار في هذا الصدد إلى قرار آخر سيطبق منذ الخامس والعشرين من صفر المقبل يقضي بمنع زراعة الأعلاف ما سيؤدي لتوفير أكثر من ثمانية مليارات متر مكعب من المياه الجوفية سنويا